تكلمنا كتير قوي عن الأطعمة المحردة على الالتهاب وحفظناها طب عايزين نعرف بقى إيه هي الأطعمة المضادة للالتهاب عرفنا نبطل إيه؟ عايزين نعرف نأكل إيه؟ لو أنا عندي مشكلة صحية مرتبطة بالالتهاب المفروض أركز على إيه في الأكل لو أنا مش قادرة أخذ فيتامينات أو أخذ مكملات وعايزة أعتمد على نظام الأكل بس أعمل إيه؟ حقيقة الأكل هو يمكن أهم شيء في معادلة التخلص من الالتهاب الصعبة لأن الأكل هو الحاجة اللي بتدخل جسمنا بشكل يومي أكتر من مرة فإما هناخد منها العناصر الغذائية الصحيحة المناسبة للجسم واحتياجاته فنبقى كويسين إما ناخد العناصر الغلط الغير مناسبة في كل حاجة الضوء ودي نتيجة طبعية نتكلم بقى شوية عن أقوى الأطعمة المضادة للالتهاب اللي إحنا لو اعتمدنا عليها في أكلنا وبعدنا عن الأكل المحرج على الالتهاب هنقدر نسيطر على مشاكلنا الصحية ونتجنب التدهور والمضاعفات بدرجة كبيرة جدا جدا حلقة مهمة جدا فما تنسوش تعنيه لايك وشيري الحلقة مع كل اللي انتو بتحبوهم ويالا بيناتين أنا نادا حرفوش ودي قناته الدي ندخل في الموضوع على طول اتكلمنا مرارا وتكرارا عن الأطعمة المحرضة على الالتهاب وقلنا باختصار شديد إن كل الأطعمة المصنعة هي أطعمة محرضة على الالتهاب اللي منها السكر الدهود المهدرجة اللحم المصنعة وأي شيء بيحتوي على الجلوتين يعني كل الناس محتاجة تبعد عن الأنواع دي من الأكل خاصة أي حد بيعاني من مشكلة صحية مرتبطة بالالتهاب زي الأمراض المناعية وما يطلق عليه الأمراض المزمنة لما بقول الكلام ده أول سؤال بيتسئل لما احنا هنبطل كل الكلام ده بمال هناكل إيه؟ لا فيه أكل تاني كتير قوي في الدنيا غير الحاجات اللي احنا قلناها دي احنا طبعا مش هنتكلم عن كل الأكل اللي موجود في الحياة بس احنا هنركز على أكتر الحاجات المضادة للالتهاب اللي احنا محتاجينها تكون جزء من نظامنا الغذائي أول حاجة عايزة أتكلم عنها لأنها الأقوى على الإطلاق هيا في الحقيقة مش أكل هي الامتناع عن الأكل الصيام كل ما قفلنا بقنا أكتر كل ما صحتنا بقت أحسن مهما كان أكلنا صحي احنا محتاجين فترات من الامتناع عن الأكل ندي الجسمنا فيها فرصة إن هو ياخد أجازة من عمليات الهضم والحرم لأن في الأوقات دي بس الجسم بيقدر يقوم بإصلاح نفسه فيما يعرف بعمليات الأطافجي أو الالتهام الزادي الصيام مش بس تراحل المعدة الصيام أكبر وأهم من كده بكتير لما بنصوم لمدة بتتجاوز 16 ساعة الجسم بيدور على مصدر للطاقة وهنا الجسم بيبدأ يدور على الخلايا التلفة ويستخدمها كمصدر للطاقة ويبدأ ينتج بدلها خلايا جديدة أفضل فيعني إيه ممكن يكون أفضل من الصيام لمحاربة الالتهاب مفيش أكل مهما كان سوبر فود مهما كان خارق يقدر يعمل اللي بيعمله الصيام طيب الصيام ده شكله إيه ده صيام عن الأكل فقط يعني نقدر أثناء الصيام ناخد مية ناخد سوايل كل الفيتامينز كل المعدن بتاعتنا حتى الدهون الصفية الدهون الصفية مش بتكسر حالة الصيام وهو ده الصيام اللي احنا نقدر نستمر عليه لفترات طويلة طيب ليه ما نعملش صيام إسلامي وناخد السواب الصيام الإسلامي جميل يا جماعة جدا طبعا لكن هو صيام جاف فما نقدرش نستمر عليه لفترات طويلة أو يبقى نمط حياة وإلا كان ربنا فرض الصيام السنة كلها مش شهر واحد بس الصيام الجاف على المدى الطويل طبعا مؤذي للكلى وبيسبب الجفاف وممكن سوق التغذية كمان لأينا ما بيكونش فيه فترات كافية في اليوم نقدر ناخد فيها المغزيات والسوايل اللي احنا محتاجينها لكن لو الصيام هيكون نمط حياتي يبقى همسوم صيام متقطع ممكن نرجع لحلقة إزاي أعمل صيام متقطع علشان نعرف الطريقة الصحيحة تطبيق الصيام من غير ما يسبب لنا أي مشاكل أو تعب طيب بعد الصيام ندخل على الأكل بقى عايزين ناكل رحمينا أنا بشوف أن أقبل أطعمه المضادة للتهاب هي الدهون الصحية بتيجي على رأس القائمة طبعا بسبب أهمية الدهون بالنسبة لأجسام الدهون هي اللي بتكون أخشية كل الخلايا فلو ما فيش دهون أكيد أكيد تجديد الخلايا هيكون عملية صعبة الدهون كمان مهمة جدا لإنتاج وعمل الهرمونات الهرمونات لها دور مضاد للتهاب مهمة جدا برضه الدهون الصحية كمان هي أهم مصدر للأحماض الدهنية الأساسية المضادة للتهاب اللي هي أحماض الأوميجا 3 أحماض الدهنية في منها أنواع منها الأوميجا 3 ومنها الأوميجا 6 الخلل في التوازن بين كميات الاثنين دول هو في الجسم بيحرد على الالتهاب نظام الغذائي الحديث بيدينا أوميجا 6 كتير قوي قوي لكنه فقير جدا في الأوميجا 3 فإحنا محتاجين نظام يكون غني جدا بالأوميجا 3 أو بالأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في الأوميجا 3 اللي هي أحماض الـ ATA والـ DHA هنجيبها من مصادر الدهون الصحية في مصادر حيوانية وفي مصادر نباتية هنبدأ بالأفضل للأقل أفضل مصدر للدهون الصحية على الإطلاق هو الأسماك الدهنية السلمون مثلا سمك السردين المحار كل أنواع الأسماك الدهنية الحر بعد كده عندنا مصادر الدهون الحيوانية عموما البيض شحم الحيوانات أو الدهن الحيواني يعني بعد كده بتيجي المصادر النباتية زي ايه زي زيت الزتون عالي الجودة زيت جوز الهند الافوكادو والمكسرات مثلا بتيجي في دل القائمة ناس كتير هتقولي انا ده بس الحاجات دي غالية اه طبعا هي مقارنة بزيت الدورة وزيت الالية اغلى لكن احنا ما بنحتاجش منها نفس الكميات اللي احنا بنستخدمها لما بنستخدم الدهون الغير صحي يعني احنا مش محتاجين في الوجبة اكتر من معلقتين ثلاث معالق زيت زتون او مثلا ثلاث بيضات او ثمرت افوكادو او حفنة صغيرة من المكسرات وإحنا قلنا ان احنا بنصوم فكده كده كميات الاكل بتقلم لو حسبناها نفسنا تقريبا بنحط نفس التكلفة بس في اكل جودته اعلى وتأثيره على الصحة عكسي تماما عكس اللي كان بيحصل معه الاكل الغير صحي او المحرد على الالتهاب طيب بعد الدهون الصحية ييجي ايه في المرتبة التانية الاطعامة الغنية بالبوليفينولز والفلافونويدز دي مركبات مضادة للالتهاب ومضادة للأكسادة تكون موجودة في الاطعامة النباتية في حلقة مفصلة عنها ملناها قبل كده موجودة على القناة ممكن ترجعولها طيب ايه هي اكتر الحاجات الغنية بالبوليفينولز باختصار بصل توم الخضرات الصليبية كلها زي الكرومب البروكلي الكيل الجردير خرشوف او الاردي شوكي في بعض الدول الخضرات الورقية كلها كمان السبانخ الكرفس البقدونس كل الورقيات وكتير جدا من انواع الفاكهة برضو غنية بالبوليفينولز ولكن احذر انك تحط الخضار مع الفاكهة في سلة واحدة they are not equal they are not the same مش زي بعض تماما خضار والفاكهة مش شيء واحد الخضار كل من نوب راح طول لكن انا ما تيجي عند الفاكهة لأ لازم نفارمل لان الفاكهة بيجي معاها الكثير والكثير من سكر الفروكتوز يعني ما ناكلش فاكهة خالص لأ انا مقلتش كده ولكن نختار انواع الفاكهة المناسبة ونرائب الكميات يعني مثلا لو سألتني ايه هو افضل نوع فاكهة لأي حد بيعاني من مرض التهابي هقولك طبعا وبلا تردد البيرز لان هي الاقل في محتوى السكر والاغنة من مضادات الاكسادة والفوليفينولز وكمان مضادات الالتهابي طيب وبقية انواع الفاكهة ممكن اخد منها بحساب السمرة واحدة بس كفاية لكن مش سمرة بطيخ طبعا يعني لو بطيخ هناخد 150 جرام كفاية طمرتين تلاتة كفاية جدا مش 27 طمرة والله في واحدة مرة قالتلي انا كنت بعمل كل حاجة صح بس مش فاهم انا ليه ما بتحسنش بس انا كنت باكل 27 طمرة كل يوم سكر الفروكتوز يعتبر من الاطعامة المحردة على الالتهاب خاصة لو احنا بناخده معزول يعني مثلا بنحلي مشروباتنا بسكر الفروكتوز بدل السكر العادي انا كده بعملناش حاجة او بنعصر الفاكهة بكميات كبيرة جدا وبنرمي كل الالياف اللي فيها او بناكل فاكهة كتير بافراط بعد كده بتيجي التوابل والاعشاب الموجودة في المطابق بتاعتنا كلنا معظم التوابل والاعشاب اللي احنا بنستخدمها في اكلنا كل يوم بشكل عادي جدا هي غنية بالمركبات المضادة للالتهاب تعالوا نشوف افضل اي حد عنده كركم في البيت ومش بيحطه في كل الاكل غلطان وفايته كتير كركم يا جماعة من افضل مضادات الالتهاب على سطح الكوكب كركم بس مشكلته انه هو التوافر الحيوي بتاعه ضعيم فالصح ان احنا نعرضه للحرارة مع الدهون والفلفل الاسود ده بيخالي التوافر الحيوي بتاعه اعلى يعني الجسم يقدر يمتصه افضل على ذكر الفلفل الاسود كمان مضادة للالتهاب مش الفلفل الاسود بس لا الشطة كل انواع الفلفل الحار بتحتوي على مادة الكابسيسين ودي مادة مضادة للالتهاب قوية جدا 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 وعلى رأس كل انواع الفلفل فلفل الكيين اتكلمت عنه قبل كده برضه في حلقة كاملة موجودة على القناة من كتر ما هو مذهل يعني عنده خصائص رائعة رائعة لكل حاجة كمان عندنا الجنزبيل القرفة القرنفل الهيل او الحبهان الخردل او المستردة الزعتر الروزماري الريحان ورق اللورة كل دي توابل ونباتات عطرية وموجودة عندنا في البيت ومضادة للالتهاب تدي نكهة جدا للأكل حلوة علشان محدش يشتكي ان الأكل الصحي طعم وحش ندخل بقى على الأطعمة الغنية بالبروبايوتك او البكتيريا النفعة هي حاجات ممكن تكون يعني شوية غريبة على مسامع بعض الناس بس هي سهلة كلنا نقدر نعملها بنفسنا في البيت بطريقة بسيطة مكونات بتاعتها متوفرة في كل مكان الأطعمة المخمرة او المخمرات هي الحاجات اللي تعرضت لعمليات تخمير تبقى شبه المخللات كده بس من غير إضافة الخل أشهرها طبعا الساوركراوت او مخمر الملفوف منها كمان الكمتشي وده بيكون في مجموعة كده من الخضروات برضو بتتحضر بطريقة التخمير طريقتهم سهلة جدا ممكن تبحثوا عنها في جوجل في يوتيوب على يعني كل منصات السوشال ميديا هتلاقوا طريقتها كمان المخللات برضو فيها برو بايوتك بس طبعا أقلب كتير من المخمرات فيه كمان لبن الكيفر وده بيكون متوفر في بعض الدول برو بايوتك مهم جدا لدعم صحة بكتيريا الأمعاء ويعتبر جزء لا يتجزأ من علاج أي اتراب مناعي وطبعا مش هأكد عليكم إننا لازم نتجنب تناول المضادات الحيوية لإن هي بتدمر التوازن البكتيري في الأمعاء إلا طبعا يعني للضرورة القصوى نيجي بقى للمشروبات معقولة يعني هسبكم غير مشروبات مش ممكن الشاي طبعا خاصة شاي الماتشا والشاي الأخضر بسبب إن هما بيحتووا على تركيزات عالية جدا من مادة الـ EGCG المادة دي مضادة للالتهاب بدرجة كبيرة جدا جدا وكمان غنية بمضادات الأكسادة فيه كمان شاي الكمبوتشا لإنه هو برضو ده يعتبر من الحاجات الغنية بالبروبايوتك هو برضو شاي مخمر كمان عندنا من المشروبات مشروبات الأعشاب عندنا العرقسوس، الكركديل، ينسون، الحلبة كل أنواع مشروبات الأعشاب اللي إحنا متعاودين عليها كنا بنعملها دايما في بيوتنا وبنشربها قبل ما المشروبات الغذية تبقى في كل بيت هي دي أكتر حاجات إحنا محتاجين نركز عليها لكن مهم إن نظامنا يبقى متكامل يعني البروتين الحيواني جزء أساسي من نظامنا ما ينفعش نهمله طبعا الأسماك الدهنية هي الأفضل لكن كل أنواع البروتين الحيواني مهمة والتنويع أفضل يعني ما ينفعش إن أنا أقطع اللحم الحمراء تماما مهم كمان إن إحنا نصوم لكن مهم إن إحنا لما ناكل ناخد وجباتنا كاملة فاجبة كاملة بتحتوي على كل العناصر اللي جسمنا محتاجة علشان ما حصلناش سوق تغذية أو نقص في العناصر الغذائية الأساسية والمهمة لو بعيدنا عن كل الممنوعات وركزنا إن أكلنا يكون غني بالمضادات للتهاب اللي اتكلمنا عنها دي ده هيفرق بدرجة ليمكن تتخيلوها هيفرق في حالتنا الصحية في تقليل التهاب تقليل الألم هيفرق بشكل مبير جدا حاجة كمان مهمة جدا إن هي تكون جزء من روتيننا اليومي هي مرأ العظام لو عايزين تعرفوا ليه مرأ العظام مهم وإيه أفضل طريقة لتحضيره هتلاقوا كل ده في الحلقة اللي هتزهر دلوقتي تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة سبسكراب للقناة لو أنتم أول مرة تشوفوني ولو فيه أي موضوع عايزين تكلم في سيبولي في الكومنت أما الاستشارات في اللينك موجود في الديسكريم أشوفكم الحلقة الجديدة باي باي ترجمة نانسي قنقر